أما بالمركز الرئيس لصندوق صيانة طرق الجسور في عدن توقيع عقد المرحلة الثانية من مشروع التدخل الطارئ لإصلاح أضرار السيول في الجسور السطحية لطريق أمعين موديا المحفد بمحافظة أبيان وإشار المهندس معين الماس إلى دورة الالتزام ببنود العقد والعمل على إجراء تدخل الطارئ لمعالجة الأضرار التي أصابت الطريق بحسب المعايير الدولية المتعارف عليها ويشهد طريق أمعين المحفد المرحلة الثانية من الإصلاحات الطارئة لجسور السطحية المعلقة التي تضررت نتيجة لتدفق سيول الأمطار في المنطقة خلال شهر مارس المصر